خواص المحددات تستخدم خواص المحددات لإيجاد قيمة المحدد بمجرد النظر أو توجد محددات من الدرجة الأكبر من الرابع وكذا يمكن إيجادها باستخدام خواص المحددات القصية الأولى لا تتغير قيمة المحدد إذا بدلنا صفوف أعمدة أو الأعمدة صفوف إذا كان لدينا المحدد 411-023-102 قيمته تساوي 17 إذا بدلنا الصفوف وجعلناها أعمدة لا تتغير قيمة هذا المحدد هنا بدلنا الصفوف أعمدة ولا أعمدة صفوف فلم تتغير قيمة المحدد وكانت تساوي 17 أيضا الخاصية الثانية إذا بدلنا صف مكان صف أو عمود مكان عمود فإن إشارة المحدد تتغير هذا المحدد قيمته تساوي 17 إذا تم تبديل الصف الأول مثلا مكان الصف الثاني والعكس أو العمود الأول مكان العمود الثاني والعكس أو العمود الأول مكان العمود الثالث أو العكس أو الصف الأول مكان الصف الثالث أو العكس وهكذا فإن إشارة المحدد تتغير كما هو واضح في هذا المحدد قمنا بإبدال العمود الأول مكان العمود الثاني فأصبحت قيمة المحدد الجديد تساوي سالب 17 المحدد الأصلي كان بساوي 17 في هذا المحدد أيضا قمنا بإبدال الصف الأول مكان الصف الثاني فأصبحت قيمة المحدد الجديد تساوي سالب 17 أي سالب قيمة المحدد الأصلي الخاصية الثالثة إذا تطبق صفان أو عمودان في محدد فإن قيمة المحدد ساوي 0 التطابق معناه أن قيمة العناصر في الصفين والعمودين يكونوا متساويان أو هم نفسهم بالضبط فكما هو واضح من هذا المحدد الصف الأول 1 2 0 الصف الثاني 1 2 0 أيضا فالصف الصفان الأول والثاني محدد متطابقان في هذه الحالة قيمة بمجرد النظر تساوي صف في هذا المحدد نجد أن العمود الأول 1 4 1 العمود الثاني 1 4 1 العمودان الأول والثاني متطابقان في هذه الحالة قيمة المحدد تساوي صفر مباشرة بمجرد النظر بدون حساب الخاصية الرابعة إذا وجد في محدد صف أو عمود كل عناصره أصفار فإن قيمة المحدد تساوي صفر هذا المحدد من الواضح أن عناصر الصف الأول صفر 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 أي عناصر الصف الأول كلها أصفار وبالتالي فإن قيمة المحدد تساوي صفر بمجرد النظر في هذا المحدد نجد أيضا أن العمود الأول صف 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 أي عناصر العمود الأول كلها أصفار فقيمة المحدد مجرد النظر بدون حساب تساوي صف هنا الصف الأول والعمود الأول ليس هذا معناه أن عناصر الصف الأول فقط وعناصر العمود الأول فقط عندما تكون أصفار قيمة المحدد تساوي صف لا نقول أي صف أو أي عمود عناصر أي صف أو أي عمود إذا كانت أصفار قيمة المحدد تساوي 0 بمجرد النظر بدون حساب الخاصية الخامسة عند ضرب عدد ثابت في محدد فإنه يتم ضرب العدد الثابت في عناصر أي صف أو أي عمود وبالتالي فإن قيمة المحدد تساوي العدد الثابت مضروبا في قيمة المحدد الأصلي واتضح ذلك من المثال التالي إذا كان لدينا المحدد بيساوي 411-023-102 فأوجد 3B أي حاصل ضرب العدد الثابت اللي هو 3 وB هو المحدد الحل عند ضرب العدد الثابت في هذا المحدد يتم ضرب العدد الثابت في عناصر أي صف أو عناصر أي عمود إذا ضربنا قيمة العدد الثابت في عناصر الصف الأول نجد أن 3 في 4 يساوي 12 3 في 1 يساوي 3 3 في 1 يساوي 3 أيضا تم ضرب السابت في عناصر الصف الأول ويمكن ضربها في أي صف أو أي عمود وبالتالي نجد أن قيمة المحدد تساوي العدد الثابت في قيمة المحدد أي 3 في 17 يساوي 51 وخمسين